كابتن أحمد، الشوت أول متميز لنادي لها، كممكن يخلص أكثر من كده؟ طبعاً، الميز الشوت الأول لنادي لها هو فرض شخصية النادي لها، هذه شخصية النادي لها اللي أتدنا عليها من بداية اللقاء، ضغط في كل مكان، بتسلم وتستلم بشكل كويس جداً، عندك هدف، عندك الرغبة في المكسب، بانت من بداية اللقاء، يعني كل التكهنات ما قبل المطشكة بتقول الأهلي المستوى وأقل ومبارات الناصر ومبارات اللي قابليها والنادي الأهلي مستوى قليل، ولكن في وقت المتشات المهمة، لما بتحتاج لعيبة النادي لها اللي بتلاقيها موجودة، لما بتحتاج الروح الفانين للحمراء بتلاقيها موجودة، لها النهاردة متمايز في كل شيء، متمايز في البساط، متمايز في التحرك، متمايز في المساحة، في الواحدة الدواحد، عندنا متمايز في كل حاجة، نقص الأهلي بس إنه هو يترجم الفرص الموجودة، إحنا اتفقنا أن نقولنا إنه لما جيلك فرصة إنك تقتل المتش لازم تقتل المتش، يعني ما نفرحش إن إحنا كسبانين واحد سفره ونرجع ونعول على كده، وبعدين نتعادل وب بعدين ندور على الهدف الثاني، لازم تدور على الهدف الثاني والثالث والرابع لو قدرت طالما الفرص متاحة، النادي زامالك زي ما اتفقنا عنده نقاط ضعف كتير جداً جداً نهاردة في المباراة، أهمها طرفين وحارس الماربو، حارس الماربو نهاردة الشوطين اللي راحوا عليه بهدفين، صح، لو في تصويب تاني من شريف أو من وجدة أوشة أو من السلية، وقدروا يعملوها ممكن نسجل أهدف تاني، صح، فأنا بشوف الأهلي شوط متميز جداً، لا يرتقل أنه يكون د الأهلي فقط هو الملعب، هو الموجود الشوط الأول في أرض المرأة، صحي معك أكيد يا كابتن أيمن، نجم بقى المباراة ونجم من جمل لنادي الألي، كابتن محمد شريف، ببارك لك على الإصرار وعلى التركيز الكبير اللي انت فيه، توفيق ربنا بييجي، تستغل الفرصة الحمد لله شريف، ودي ممكن دي نقطة مهمة جداً معك، حابب تقولي النهاردة على الهدفين الأول وعلى الأداء الكبير مع لعبة نادي الأول طبعاً، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعاً، نحن بنابع المكسب مفشوط جداً، نحن بنحققها تلات أبونت ممكن نحن محقناش بطولة، بس ده ماتشات الدوري، فانت بتحط الضغط على المنافس اللي انت دلوقتي خلاص بتقرب منه، عندك ماتشات مواجلة كتير، إن شاء الله الفتر اللي جاي نقدر ناخد كل ماتشات مواجلة بمكسب، ونرجع للمكانية الضبعية طبعاً أول دوري إن شاء الله بذلك الإصابات والغيبات الكتيرة اللي عندنا يمكن بقولك أبتسايد، قدتنا دوافع بشكل كبير جداً يا شريف، وخلت كل اللعيب عايزة حقق الفوز وعايزة حقق المكسب مع فريق كبير زينات زي ملك، اشتغلتوا مع بعض إزاي؟ نفسي وبدني وفني مع عميس سمينة احنا تلاتين لعبة في نادي علي، كل اللعيبة نفس الإمكانيات، نفس الكدرات، طبعاً اللعيبة اللي غايبة طبعاً لعيبة كبيرة، ولعيبة مبسيرة، بس الناس اللي موجودة رجالة وقدروا النهاردة يثبتوا ده، والحمد الله على المكسب بزينات تقولي لكل اللعيبة الرجالة لسه، ما أنت أناش حاجة شريف لسه خلاص مباراة وانتهت، تقولي لكل اللعيبة دي لأن بالأداء والرجولة دي لو استمرنا بها فترة اللي جاء إن شاء الله بطولة الدورة موجودة في دولات بطولة النادي طبعاً بنبارك لجمهور نادي الأهلي وبنبارك للعيبة وإن شاء الله الفترة اللي جاية تبقى أحسن ومزيد من الانتظارات والبطولات بإذن الله، حبيب الله خلال 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 وبنبارك أكيد لمحمد شريف وكل لجوم النادي الأهلي أكيد يا كابتن أيمن موجود كبير وموجود رائع ومماز جداً لحظاته هتنتهي الفرحة خلاص، هنبدأ نفكر في المباراة القادمة ونبدأ نفكر في مشوار بطولة الدورة هم دول لعيبة النادي الأهلي وهم دول رجالة النادي الأهلي يا رب إن شاء الله بإذن الله، حافظ على كل اللعيبة دي من الإصابات وتبدأ الإصابات كمان ترجع من جديد للنادي الأهلي عندنا عدد كبير يا كابتن أيمن فترة اللي فاتت يعني إصابات حد صلاحرك طبعاً زي ما احنا عارفين لكن مع تدرج الوقت إن شاء الله بإذن الله عدد كبير يرجع لنا وعدد يخش كمان تدرجياً فيها المباراة ده المهم وده اللي إحنا بنتمنىه فرحة أكيد هتأخذ وقتها زي ما بنقول ثم بعد كده هننتقل بكل دوافعنا وبكل كبريئة أنا الكبير وكبريئة للنادي الأهلي في تحضير للمباريات القادمة زي ما احنا عارفين فترة اللي جاية مهمة جداً وده اللي إحنا بنأكد عليها رب إن شاء الله القادم يكون أفضل للنادي الأهلي عاود لك من جديد والكابتن أيمن شاو